خارطة تونوس السياسية بعد انتخاب الباجيغايد السبسي رئيساً للجمهورية ترسم بمشاركة قوية من المنافس السابق على مقعد الرئاسة منصف المرزوقية الذي عبر صراحة عن خشيته من تراجع الحرية الوليدة في البلاد ولم يظهر مقتنعاً بما قدمه الرئيس المنتخب السبسي من ضمانات عدم الرجوع إلى الاستبداد وبالحفاظ على حرية الصحافة التي تأمل في استكمال مسارها نحو ديمقراطية كاملة الناحية التي اتخذها المرزوق تبدو واضحة وهي الوقوف في صف المعارضة وأول إجراء قام به إطلاق حركة شعب المواطنين لتحافظ حسب كلامه مع أنصاره بمحافظة أريان على مستقبل تونس ولتكون ضامنة للوحدة الوطنية وركيزة للديمقراطية الحقيقية وضد عودة الاستبداد المرزوق الذي وصف المرحلة بعبارة نحن في مفترق طرق من جديد بعد أربع سنوات من الثورة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضمانات السبسي وتشكيك المرزوق دفع شريحة من الشعب ليست بالقليلة إلى خشية القادمة خصوصا الإعلام الذي قد يعيد الكرة ويدخل مربع الطاعة من جديد وهو حسبهم شعلة الحرية في هذا البلد بعد الثورة أي أن كان الوضع القادم فقد قفزت تونس على حاجز فصل بينها والديمقراطية لعقود لتصبح في 2014 بما حققته سياسيا مكسبا في انتظار 2015 الذي سيكون عام الاقتصاد والاستقرار يمتحن فيه الباجيغيد السبسي وحكومته